موسيقى وهناك فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية مفصلا فيما مضى ذكرناه الفرق الآن بحديث نوضح أيضا الفرق من جهة أخرى هناك حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه زين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه السبعض يجون يسئلون بالنسبة إلى هذا الحديث وقبل هذا الحديث آية قرآنية ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يجون يسألون أنه نحن في طول التاريخ سواء في زمان الرسول وإلى يومنا هذا نرى أحيانا الكفار سيطروا على المسلمين بلال الحبشي أخذه الكفار في مكة وعذبوه تعذيبا شديدا عمار بن ياسر وآبوه ياسر وآمه سمية رضوان الله تعالى عليهم عذبوهم عذاب شديدا إلى أن قتلوا ياسر وسمية ولم يطلقوا سراح عمار إلا حينما نطق بالكفر فنزلت فيه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإلى يومنا هذا الآن نجد الكفار في بعض البلدان مسيطرين على المسلمين فما هو معنى هذه الآية ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا الحديث الإسلامي يعلو ولا يعلى عليه الجواب أن هذه الآية وهذا الحديث في الجانب التشريعي لا في الجانب التكويني في الجانب التشريعي يعني لا يوجد هناك قانون في الشريعة يجعل سلطة للكافر على المسلم لا يوجد قانون ولذلك إذا العبد كان مسلما لا يمكن أن يكون مولاه كافرا يعني لا يمكن لكافر أن يشتري عبدا مسلما أو إذا كافر له عبد كافر فأسلم العبد الكافر يجبر المولى على بيع هذا العبد لماذا؟ لأن المولى له سلطة على العبد الزوج له سلطة على الزوجة الرجال قوامون على النساء لأنه المدير العائلة تحتاج لها إلى مدير والله سبحانه وتعالى جعل المدير الرجل فلذلك لا يجوز أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هل يجوز ليهودي أو نصراني أن يتزوج مسلمة؟ كلا، لكن هل يجوز لمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؟ الكثير من الفقهاء أجازوا ذلك والآية القرآنية تدل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهذه الآية بناء على رأي المشهور غير منسوخة بتفصيل المذكور في الفقه فإذن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية أو يهودية لماذا؟ لأن الزوج له سلطة إذا المسلم يكون إلى السلطة على الكافرة لكن بالعكس لا يجوز مسلمة تتزوج يهوديا أو نصرانيا لماذا؟ لأن الزوج له سلطة على الزوجة والله سبحانه وتعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله حاكم بلاد الإسلام لا يمكن أن يكون كافرا لأن الحاكم له سلطة القاضي بين مسلمين لا يمكن أن يكون كافرا لأن القاضي له سلطة فإذن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الإسلام يعلو ولا يعلا عليه هذا في الجانب التشريعي يعني الله لم يجعل قانونا قط فيه سلطة لكافر على مسلم أما من الجهة التكوينية الله لم يمنع إذا الكفار استولوا على بلاد المسلمين الله تكوينا لم يمنع بأن يرسل ملائكة مثلا لكي يطردوا الكفار ولذلك نشاهد أن الكفار استولوا على المسلمين في كثير من البلدان آخرها فلسطين مثلا المحتلة ترجمة نانسي قنقر